الملاحة الجوية تؤهل المرأة السعودية للعمل بالمراقبة الجوية بعد التحاقهم بالأكاديمية السعودية للطيران المدني وفق برنامج المراقبة الجوية هي تعطي صورة للمتدرب بأنه يعمل داخل المطار أي أن كان المطار الموجود في السماليتر فقد يكون مطار أظن مصمم إلى ثلاث مطارات رئيسية دمام الرياض وجدة يعطيها الإحساس بالمطار حتى يغير الأجواء يعطيها رؤية معدومة إلى رؤية واضحة إلى سماء صاحب يعني يخلي الطالب يتدرب قبل لا يتعامل مع الوظيفة هذه في الحياة العملية وصلنا إلى هذا العدد اللي احرصنا أنه يكون أول عدد نحاول نستفيد من التجربة إذا كان فيه مثلا يعني حاجات ممكن نستفيد منها في الدفعات القادمة لذلك كان البرنامج بالشكل اللي انت شفته الآن وهذه تقريبا البداية وإن شاء الله بدنا الواحد في دفعات قادمة بتكون يعني خلال الفترات المستقبلية بناء على ما تم تعلمه في هذه التجربة لدعم المرأة السعودية التي أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل أنا تخصصنا احنا كدفعة كاملة ACC اللي هو Area Control Center طبعا هذا التخصص يعتبر من أصعب تخصصات الأي تي سي خصوصا أنه مسؤولية كبيرة بالنسبة لنا أنه راح نتعامل ونتحكم بطائرات على ألتتيود مرة عالي فإن شاء الله نكون قد المسؤولية أنه احنا معروفين أصلا أنه multitasking نعمل أكتر حاجة في وقت واحد وهذه من أهم الميزات اللي طالبينا كانوا في المراقبة الجوية أنه تكون عندك القدرات multitasking هنا والحمد لله إن شاء الله نكون احنا أهل لها وإن شاء الله نسبة هذا الشيء 12 فتاة سعودية يبدأن دراسة المراقبة الجوية للفتيات وذلك في إطار فتح مجالات جديدة أمام المرأة السعودية مهند العوامر الإخبارية جدا